اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية ودكتور علي المصلح وزير التموين والتجارة الداخلية وسيد القصير وزير الزراعة والتصلاح الأراضي ولواء أركان حربة وليد أحمد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ولواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعقيد طيار بها الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وقد أعقب ذلك اجتماع مفصل للسيد الرئيس مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة والاستصلاح الأراضي وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع على جهود إنتاج وتوريد المحصيل الزراعية الاستراتيجية حيث وجه سيادته بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزرعين ومؤاصلة تطوير منظمة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحصيل الاستراتيجية موجها بسرعة الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الزرة وفول الصوية وعباد الشمس بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحصيل لا سيما التي تدخل في صناعة الأعلاف بما يحد من الفاتورة الاسترادية ويسهم في ضبط الأسعار كما تم عرض تطورات تنفيذ عدد من مشروعات الأمن الغذائي خاصة ما يتعلق بتنمية الثروة الحيوانية بكافة محاورها حيث اطلع السيد الرئيس على جهود تطوير السلالات المصرية للثروة الحيوانية لتعزيز إنتاجها من اللحوم والألبان لا سيما من خلال مراكز التلحقيح الصناعي وخطوط التحسين الورثية بالإضافة إلى إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية وتدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة وفي ذلك الإطار وجه السيد الرئيس بتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الورثية وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيدة الإنتاج وخفض التكلفة لما لذلك من مردود إيجابي لصلاح المربين والمزارعين فضلا عن تلبية احتياجات المواطنين من الانتاج المحلي للحوم والألبان بما يدعم الجهود المكثفة لتحقيق الأمن الغدائي في مصر